هاي كيف جميع عملت لكم اليوم الحلوة اللي بسميه حلو السعادة طعمة الملفة انا بالنسبة لقلي قطيب نوع حلو ممكن تأكلوه وطريقته هلا رح نشرحها خطوة بخطوة بس اول شي لا تنسوا تعملوا لي سبسكرايب لايك وشير وهلا خلونا نبلش اول شي بدنا نعمله هو كريم الباتيسير بدنا نجهزه حتى يبرد لبين ما نجهز العجينة نحتاج لسفار بيد عندي بودرة الباتيسير وعندي النشا وعندي السكر طبعا منحتاج لزبدة وفانيلا هلا بالنسبة لبودرة الباتيسير فينا نستغني عنا انا حطيتها اضافة ممكن تزيدوا كمان صفار بيد بدال الاربع صفار بيد ممكن تزيدوا لخمسة لستة صفار بيد عواض الكريم باتيسير او البودرة طبعا الطريقة كلها موجودة عندي بصندوق الوصف هلا هون كمان نحتاج لحليب بدنا نحط لتة ربع كمية السكر ونترك الربع تقريبا لنخلطه مع صفار البيض هلا بدنا نحط كمان مع الحليب الفانيلا طبعا بنحرك السكر شوي ليدوب بالقلب الحليب هلا هالحليب والفانيلا والسكر بدنا نحطهن على النار حتى يسخن شوي ما بدنا يعيغلي بس يفتر معنا الحليب بعدين بنضيفه لمزيج السفار البيض هلا بدي اعملكون اياه بهالطريقة بنحط البانيلا كمان بحدود المعلقة الصغيرة انا استخدم البودرة فيكن استخدموا سائل كمان ما بيأسر بنخلط المكونات بنحطهن على النار حتى يفتر الحليب او يسخن شوي هلا بنجيب سفار البيض بنحط له كريم الباتيسير بودرة والسكر يلي زاد معنا وكمان بدي اضف له النشا ونخلطهن سوا لي يجانس ويصير معي مزيج كريمي تقريبا هلا لو ضفنا كريم مكونات سوا ممكن يقدي هذا الشي لانه يصير معنا تكتلات فهالطريقة اصبط شي لكريم باتيسير هلا اضفنا النشا وبنحرك المواد بنخلطها سوا هلا ممكن تضيفوا بدال البودرة الكريم الباتيسير ممكن تحطوا كمان الكاسترد بودرة الكاسترد هالشي اختياري او فيكن تستغنوا على الاثنين وتضيفوا سفار بيضة زيادة او سفارين تقريبا او ممكن كمان تضيفوا بدال البودرة الكريم باتيسير تزيدوا كمية النشا بنفس الكمية كل هالعملية حتي يصير معنا الكريم بتصير قوامه ماسك ما يكون كتير مريء هلا هون بعد ما خلطنا المكونات بنجيب شوية حليب اللي يدفينا وبنخلطو حتي يدوب المزيج تماما بقلب الحليب هلا ضروري ما يكون الحليب سخن حتي ما يستوي معنا البيض بسرعة او يعمل كرامبلز او يعمل كتل هلا بعد ما نضيف هالمكونات نرجع على باقي الحليب ونرجع نرجع المزيج عن النار ونضل نحرك مع التحريك المستمري ما بصير نوقف ابدا في حال وقفنا رح يصير معنا الصفار البادي يستوي يعمل كتل فضروري طول ما الحليب عم بيغلي او مشغلين تحته النار نضل عم بنحرك ليسمك معنا المزيج هلا متل شافين هون سائل هون بلش يسمك معي بعد حدود تقريبا شي ثلاث دقايق لاربع دقايق بتحسوا انه بلش يسمك بس بلش يسمك بنضيف كمية الزبدة الموجودة عنا ونضل بنحرك بنطبخ المزيج بحدود كمان شي دقيقتين حتى كمان النشا تروح طعمته ويشتغل مفعوله ويصير قوامه سميك طبعا هلا متل ما شايفين للساعة بتحسوه مريء يعني هو سميك بس بس يبرد بده يسمك اكتر معنا فنحن هالقوام يلي بدنا نحتاجه هلا بعد ما نطبخ النشا متل ما حكينا هون بيكون معنا صار الباتسير جاهز الباتسير هذا كتير طيب ممكن تستخدموه حتى لحشوة كلير كتير طعمته لذيذة والحلو طبعه مدروس ما نوحلو ابدا يعني وسط انا بالنسبة لقلي ما كتير بحب الحلو يكون دلع بحب يكون الطبق متجانس فالسكر طبعه هون تمام هلا هيك بنفضيه بقلب صحن بعده بنجيب نايلون بنشوف متلا شايفين هون مملزق شي ابدا معنا هيك لازم تكون معكم الطنجرة ما يكون شي ملزق هلا هون بنحط النايلون وبنخلي النايلون يلامس ويش الكريم باتسير حتى ما يشكل عنا اشري ونتركو هلا ليبرد ولبين ما نجهز عجينة الملفوي معنا هلا لسهولة انا استخدمت عجينة جاهزة في عنا كتير عجاين وانواع متوفرة بالاسواء بالسوبر ماركت بتلاقوهون اسم عجينة الباف باستري متل ما شايفوين هيك بيجي شكله بلوك بتجي سميكه بهالحجم مورة او جاهزة هلا انا بصراحة بحب جيبه جاهزة لانه شغل يعني تشتغل العجينة بده كتير وقت وبده كتير جهد فانا بفضل اني جيبه جاهزة بس بحطله شوي تطحين طبعا منتركه بحرارة الغرفية بتكون متلجه بعد منصير بالرقة بهالشكل حتى نوصل للسماكه اللي بدنا ياها هلا عجينة الملفية انا ما بحبه كتير تتركوه سميكه فالافضل انه تركوه كتير منيح لانه بده تعمل طبقات وتنفخ معنا بقلب الفرن فبنحاول انرقة قد ما نقدر بعدين بنجيب شوكه وبنصير بنبخش العجينة مثل ما شايفين هيك تقريبا السماكه ممكن كمان تركوه اكتر بيكون احسن كلما الرقة اكتر بيكون العجينة الملفية اضبط هلا هون عم نشكه بقلب الشوكه بعدين بنحطه بصينية ونحط فوقه ورقة زبدة ونحط نرجع فوقه صينية تانية مثل ما شايفين حابيت اني فرجيكن سماك تعم قريب بعدين بنحط صينية فوقه وبنخبزه على درجة حراره 180 هلا ممكن تاخد بحدود النص ساعة وممكن اكتر ممكنه الحسب فرنكن انا لانه فرني بيشغل من تحت ما شغلت من فوقه من تحت سوا اخر خمس دقايب شغل من فوق بس حتى تاخد لون حلو بس طبعا بترك الصينية مثل ما شايفين هيك صار لونه بعد ما طلعت طبعا ما تشيلوا الصينية من عليها ابدا لانه بدا تكيش فبس بردت بتشيلوا الصينية من فوق هالشكل صارت معنا العجينة جاهزة بعد ما نخبزت هلا بنقصها بالطريقة اللي بنحبها يعني ما عنا اي مشكلة بطريقة القص فيكن تقصوها بالطريقة اللي بتكن ياها انا قصيتها هالعجينة عملتلي تقريبا اربع قطاع كبار فيكن تقصوها اصغر كحجم اصغر هلا هون تقريبا العرض طلع معي بحدود العشرين سانتي مع تسقيتي شوي فبدي قسمها لأربع اقسام يعني خمسة سانتي عرض والطول تقريبا رح يكون بحدود التسعة لعشر سانتي فيكن اكيد اصغر من هيك انا مشان التصوير بيطلع احلى كل ما كبرنا القطاع هلا بنشيل الاطراف بس المانا متساوية حتى نعرف نقص بشكل مزبوط وبهلوقت برجع بذكر تنزلوا تحت الفيديو في زر سبسكرايب او اشتراك اشتركوا بقناتي حتى تدعموني طبعا على اليوتيوب وتجاجعوني نزلكم فيديوهات كتير حلوة لقدام ومازل ننسوا طبعا تشتركوا بصفحتي على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك ويندي باستري وطبعا عندي جروب انا ودانيا قدسي موجودة على الفيسبوك انتم شايفين قبل ما كفي حكي شوفوا كيف العجينة رائعة لازم تكون محمرة من جوا يعني كمان ما تكون العجينة بيضة نتبهوا لهالموضوع لازم تكون العجينة محمرة لونة عاطية لون الدهبي ما تكون محروقة لون الدهبي وتكون مستوية من جوا وهلأ بكمل حكي طبعا في عندي جروب على الفيسبوك انا ودانيا قدسي الرابط موجود بصندوق الوصف بنزل عليك الفيديوهات اللي انا بنزلها بالاضافة للاسئلة والاستفسارات تبعيتكم فيكن تبعتونا عليه وتشتركوا بالجروب هلأ بنهاية الفيديو بدي خليكم تشوفوا كيف طبقت العجينة اه او الملفوي كيف زينتو وبتشكر كتير عالمتابعة موسيقى 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 موسيقى